أهلا وسهلا أخت مريم من مصر تفضلي مريم أهلا أهلا بيك تفضلي أخت مريم المسيح قام حقا قام أنا بصلي أن كل اللي بيسمعني يختبر قيامة المسيح في حياته إزاي ما أنا اختبرته آمين كيف اختبرتها يا أخت مريم أنا أنت عارف يا أسيس أنا مولودة مسلمة والمسيح افتقدني من كم سنة وفي الفترة دي كان فيه فترة تغيير كبير في حياتي فأكبر بروف لقيامة المسيح اللي أنا شعرت به لأن المسيح يتعاش مش يتسمع عنه لازم يتعاش نسمع عنه ونختبره اختبار شخصي والمسيح ما عندهش مانع أبدا يريفيلهم سلف مش عارفة بتتقالي إزاي بالعربي يعني يعني كاش يعلن نفسه أمام مظبوط أمام أي أحد زي ما عمل مع تومة تومة جاله بشكه وبمخاوفه وقال أنا مش هصدق غير لو شفت بعيني المسيح مزعيلش منه ما قالوش أنت إزاي تشك فيه قالو إيه قالو حط صوابعك في الجرح ولا يتكن غير مؤمن وآمن وبقى تومة المبشر فأنا بشجع إخوتي المسلمين قبل ما أقول لهم أنا أتبرهن المسيح في حياتي إزاي أن يجب مخاوفه وشكوكه كلها ويقعد قدام الإله الحي من غير ذكر أسمي أنت مين يا رب قل لي أنت مين والمسيح أمين جدا وحيعلن عن ذاته لكل واحد بيطلب استعلام بكل تواضع أنا المسيح غير حياتي غير نظرتي للحياة للمواقف الصعبة للتحديات للمديات للمستقبل حتى قراهيتي للخطية زادت بأمانة أنا دلوقتي بحس أن أنا مش عايشة في العالم وهو قال قال ليسوا من هذا العالم كما أني لستوا من هذا العالم يعني مثلا أنا كنت زمان بنع أهم المستقبل جدا زي ما تقول برضو شوية بيسيماستي كده يعني يعني دايما حس أن أنا شخص حظي وحش في الحياة ما بيجنيش حاجة بسهولة دلوقتي المسيح غيرني تماما بقيت أبتماستيك بقيت فرحانة عندي فرح داخلي حتى لو الظروف الحوالي وحشة لأنه قال كده قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن أنا من جواي احسسي أن المسيح حي داخلي ما خليني فرحانة كنت كمان بخاف جدا من الموت لأني ما كنتش مستعدة بأمانة لمواجهة ربنا لأني للأسف للأسف أنا واحدة ست عايشة في دولة إسلامية رسول الإسلام حكم علي أن أنا من ضمن ثلاثة ربع أهل النار فكنت بحس أن أنا طول الوقت لو موت أنا مش مستعدة أنا دخل النار حد وكنت بعمل كل الحاجات اللي المسلمين بيعملوها المرسون الرمضاني بتاعهم والصلوات والصيامات وكنت بمشي بأمانة حتى وقت 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 الإسلام كنت بمشي فعلا بأمانة لكن ما كانش عندي سلام دلوقتي أنا لا أخاف الموت ولا أرهب بل بالعكس زي ما بولس قال ليش دهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل جدا لكن في نفس ذات الوقت ممتنة جدا بأن المسيح يعني لسه حاطتني على وش الأرض لأن ساعتي لم تأتي بعد لأن الرب لسه بيستخدمني لحد ما خلص دوري لأجل مجد وحده أمين كمان المسيح غيرني أن أنا بقيت فهم ما إمتي فيه يعني أنا دلوقتي عندي سلام معاه فهم ما إمتي فيه فهم أنه هو مات وقام عشاني بقيت بكره الخطية أكتر من أي شيء في الحياة بقيت عارفة مين سبب الخطية إبليس مش الشخص اللي بيقزيني كنت الأول بشخصن الشر لكن دلوقتي أنا ما بشخصنش الشر في إنسان أنا بقى عارفة أن الإنسان الشرير اللي بيقزيني هو مجرد مريونات في قدين عدو الخير فبصليله بالبركة بقى عندي سلام مع الله سلام مع الناس أمين يا أخت مريم أمين أنا بشكرك كتير على هذه المداخلة ولسيما ما في أي إنسان ممكن يقنعنا إذا كان الدليل والبرهان داخلي وشخصي أنت عارفة شو كنت وكيف تغيرتي وشو أنت الآن ربنا يحميك ربنا يبارك وربنا يستخدمك يا أخت مريم وشكرا شكرا على هذه المداخلة اللي شجعتنا وشجعت إيماننا أيضا ربنا يباركك ويحميك كمان ربنا يحميك ربنا يحميك